خلونا نروح سريع جدا نشوف كده آخر الأخبار وآخر المستجدات في النادي الأهلي بفروع مختلفة من خلال زملتنا العزيزة مريم سميح مريم موجودة حاليا في مقار النادي الأهلي بالجزيرة يا صباح الخيرات عليك يا مريم اتفضل صبح عليك طبعا يا كريم وصبح عليك يا نهوند وصبح على كل مشاهد قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة طبعا جولتنا النهاردة هيكون فيها جميع الأخبار المختلفة الخاصة طبعا باللجان وطبعا الفرق الرياضية سواء الفرق الأول لقرة القدم والفرق الرياضية الأخرى ولكن كده خلينا يعني نبتدي بالفرق الأول لقرة القدم طبعا يعني الحقيقة أنه ما يقرب من 48 ساعة فقط بتفصلنا عن مباراة سوبر المصري أمام الزمالك ده طبعا هيكون بعد غد الجمعة إن شاء الله والحقيقة يعني أنه مش بس جماهير الأهلي في الأمارات هي اللي بتؤازر طبعا فرقها ولكن هنا كمان في النادي الأهلي سواء طبعا مقار النادي الأهلي بالجزيرة أو فروع مختلفة هيكون موجودين يوم الجمعة إن شاء الله علشان مؤذرة الفريق بقى على طريقتهم الخاصة وتشجيعهم هنا في النادي وفي الفروع المختلفة الحقيقة طبعا إن النادي بفروع مختلفة هيستعد إن شاء الله أو بيستعد الحقيقة منذ أيام لاستقبال طبعا يعني الأعضاء أو أعضاء يعني النادي الأهلي في جميع الفروع وخاصة هنا بمقار النادي الأهلي بالجزيرة الحقيقة إن هي استعدادات على قدم الوساق لأن الحقيقة يعني جميع جماهير النادي الأهلي بتتفائل بمشاهدة المباراة هنا بالمقار الرئيسي طبعا هيكون في عدد كبير جدا من الشاشات ده طبعا بجانب الشاشة الرئيسية الموجودة في النادي وطبعا الحقيقة إن يعني الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي بجانب مختلف الإدارات هنا بالمقار الرئيسي الحقيقة إن هم بيستعدوا استعدادات كبيرة جدا لمباراة يوم الجمعة بالمنافذ طبعا وكمان يعني توفير عدد أكبر من الكراسي علشان استقبال الأعضاء بشكل أكبر الحقيقة لأن طبعا هيكون كمان يوم ويكا عنده يوم الجمعة وأكيد المباراة هم جدا فالحقيقة إن استعدادات بتتم منذ أيام وإن هي مستمرة على قدم الوساق حتى يوم الجمعة المقبل خلينا بقى ننتقل يعني أخبار فرقنا الأخرى الرياضية والبداية طبعا مع فريق اليد والحقيقة طبعا رجال يد النادي الأهلي كان الاجتماعي الأول باق المدير الفني الجديد مستر ديفيد ديفيس الحقيقة إن ده كان اجتماعه الرسمي الأول بفريق رجال يد الأهلي عقب عودتهم طبعا من السعودية والحقيقة يعني حصولهم على المركز الرابع في سوبر جلوب طبعا الحقيقة إن ده كان الاجتماع الرسمي الأول والحقيقة كان فيه عدد كبير جدا من النقاط الهمة ويعني يمكن كمان بجانب التعارف كان فيه استعداد قوي جدا والنقاط الهمة لمباراة غدا الحقيقة إن أول مباراة مستر ديفيد ديفيس هتكون غدا الخميس إن شاء الله في دوري المحترفين ده طبعا هيكون أمام هليوبلس ده طبعا فيه بمقار نادي الأهلي هنا بالجزيرة على صالة الأمير عبد الله الفصل كان فيه عدد كبير جدا من النقاط الهمة وكان يعني يمكن شفنا أو أنا كنت موجودة الحقيقة بشكل شخصي مبارح عقب انتهاء الاجتماع مع ديفيد ديفيس ورجال ياد الأهلي كان فيه يعني وشهم كان بين عليه حالة من الرضا التام بالاستعدادات الكبيرة اللي يعني أكدها مستر ديفيد ديفيس استعدادا للمباراة الأولى ليه أمام هليوبلس غدا إن شاء الله أيضا شباب ياد الأهلي موليد 2002 اتعادلوا مع فريق الشمس بنتيجة 27-27 ده طبعا ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط خلينا بقى ننتقل طبعا للماسترز أو رجال طائرة الأهلي الحقيقة يعني إن بيستعدوا مرة أخرى للسيزن الجديد أو الدوري ممتاز رجال الحقيقة إن أول مباراة في الدور التمهيدي هتبدأ يوم السبت الموافق 5 نوفمبر والحقيقة إن يعني يمكن الماسترز أو النادي الأهلي رجال طائرة الأهلي النادي الأهلي وقع في المجموعة الثالثة طبعا مع نادي بنها وبتروجات وإسكندريا البترول ومصر البترول وأيضا نادي ألتر سنة أول مواجهة تكون يوم السبت إن شاء الله 5 نوفمبر المقبل ده طبعا هيكون أمام نادي بنها في تمام الساعة الساعة مساء على صالة الأهلي ثم بقى يعني يمكن كمان تم تحديد مباراة الدور الأول للنادي الأهلي زي ما قلنا الأهلي وبنها يوم السبت إن شاء الله 5 نوفمبر وأيضا يوم 8 نوفمبر هيكون الأهلي ومصر البترول في تمام الساعة السادسة على صالة مصر البترول ثم بقى يعني يمكن نهاية المتشاط في الدور الأول هيكون الأهلي وبتروجات الساعة ربعة مساء يوم 12 نوفمبر على صالة الأهلي أما بقى يعني الفتيات الذهب طبعا سيدات طائرة الأهلي أيضا يعني بقيادة حمدي ألصافي هيكون أول مبارايتهم يوم 7 نوفمبر المقبل ودي أول مباراة أيضا في الدوري طبعا يعني فتيات الذهب وقعوا في المجموعة الأولى مع الزمالك وهليوبلس ونادي الزهور ونادي 6 أكتوبر ونادي وادي دجلة ونادي الاتحاد السكندري ونادي أصحاب الجياد وهيكون أول مباراة ليهم يوم 7 نوفمبر أمام نادي الزهور طبعا يعني فريق طبعا سلة الأهلي أو رجال سلة الأهلي النهاردة الحقيقة أنهم سفروا إلى الأسكندرية للدخول في معسكر مغلق أكيد طبعا لا الاستعدادة للدورة المجمعة التانية لبطول الدوري المرتبط ده طبعا علشان غدا هيكون أول مبارايتهم في الدورة المجمعة التانية لهذه البطولة أمام طبعا نادي دسوق هيكون أول مباراة يوم الخميس لها غدا أمام نادي دسوق ثم يوم الجمعة أمام نادي طلاق الجيش ثم يوم السبت أمام نادي سموحة طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في الدورة المجمعة التانية زي ما حققوا طبعا الفوز في الدورة المجمعة الأولى أمام دسوق وأمام طلاق الجيش وأمام أيضا سموحة أخيرا بقى طبعا يعني أنشطة اللجان بالنادي الأهلي أكيد بتبقى أنشطة هامة جدا وجوزء لا يتجزأ كمان من المسئولية الاجتماعية اللي بتقوم بيها الدولة المصرية طبعا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة أن هم قرروا أن هم يهتموا بأولى مبادرة يعني بيئية تتم في تاريخ مصر وهي مبادرة تتحضر للأخضر ده طبعا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية الحقيقة أن طبعا قرر النادي الأهلي أن هو يكون جزء من هذه المسئولات الاجتماعية أو هذه المبادرة طبعا زي ما احنا قلنا أولى مبادرات التاريخ في مصر للحفاظ على البيئة وهي تتحضر للأخضر طبعا هيقيم اللجنة الثقافية طبعا ده تحت إشراف اللجنة العالية للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي طبعا حضرت المسابقتين سواء في كتابة المقال أو الرسم طبعا بتستهدف المسابقتين الفئات السنية من 10 إلى 12 سنة ومن 13 إلى 16 سنة هيكون طبعا فيها أو يعني استهدفوا في هذه المسابقات أكيد زيادة كفاءة استخدام الموارد الخضراء والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وطبعا أخيرا هي أهم حاجة هي دعوة لا تغيير السلوكيات المواطن المصري ده طبعا على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية علشان يكون الثقافة دي عندنا كلنا كشعب وطبعا نادي الأهلي دايما بيكون حريص أنه هو يبدأ هذه الثقافات من عنده أو بدءا من عنده طبعا من أعضاء النادي أكيد هنشوف حاجة محترمة جدا في مبادرة اتحضر للأخضر طبعا دي كانت كل أخبارنا من هنا من مقار النادي الأهلي بالجزيرة بشكركم جدا الكلمة لكم مرة أخرى نشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة يا ماريم شكرا جزيلا لك